هناك نقطتان للحصول على الماء ونقله من النهر نقطة على شاطئ النهر والنقطة الأخرى من وسط النهر هذه نقطة موضحة بالأنابيب الضخمة التي تم تزويدها بأقطاب وشبكات معدنية لمنع نقل الأوساخ والأسماك داخل هذه الأنابيب الأسهم ذات اللون الزهري توضح سياب الماء داخل الأنابيب 2- مضخة لسحب الماء من النهر 3- مرحلة التعقيم الأولى خزان لإضافة بيرمنجنات البوتاسيوم ومهمة بيرمنجنات البوتاسيوم هي التحكم في ذوق ورائحة الماء ومنع نمو الأحياء الدقيقة في الماء وكذلك إزالة الألوان 4- حاويات لإضافة مواد كيميائية 5- ضبط الحمضية وذلك بإضافة الصودة أو حمض الكابريتيك 5- يستخدم بولي ألومنيوم كولورايد كمخثر لإزالة الجسيمات الصغيرة أو الأوساخ 5- حوض يظهر تخثر الأوساخ في أحجام كبيرة تم فصلها عن مجر الماء 6- الأسهم ذات اللون البني توضح مسار الأوساخ المتخثرة أي الندف وانفصالها عن الماء 7- الأسهم ذات اللون الأزرق توضح جريان الماء النقي 8- الندف تستقر في قاع الأحواض ثم تزال وتفلتر وتجفف أي يزال منها الماء بواسطة الضغط 9- وأخيراً تستخدم لاستصلاح الأراضي الزراعية 7- الماء الذي تمت إزالته من الندف يعاد إلى غرفة التحكم في الماء الداخل 8- مرحلة التعقيم الثانية حوض إضافة الأزون للتعقيم وتحسين الطعم ورائحة الماء 9- الفلترة من خلال حبيبات الكربون النشط والرمل لإزالة المواد العضوية وذات كفاءة عالية لإزالة الملوثات الحيوية وغيرها 10- الأسهم ذات اللون البني توضح مسار الملوثات التي تمت إزالتها عن الماء 10- الأسهم ذات اللون الأزرق توضح جريان الماء النقي في داخل الأنابيب البيضاء 11- الماء الذي لم تتم فلترته يعاد إلى غرفة التحكم في الماء الداخل 11- كما هو موضح في الأنابيب البنية 12- مرحلة التعقيم الأخيرة 12- حاوية إضافة الكلور للتعقيم 13- باء إضافة الفلور 14- الفلورة أي المعالجة بالفلور 15- ضبط الحمضية باستخدام هيدروكسيد الأمونيوم 13- الفلورة contracting اشتركوا في القناة